اول جدي في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن برنامجين استخدهم في تسجيل الفيديوهات وفي لايف ستريم طبعا اكثر من واحد سألني عن البرامج اللي استخدمها وسألني عن ال Game Setup الموجود عندي طبعا هذا الفيديو باشرح لكم بس البرامج وفيديو ثاني راح ارحيكم ال Game Setup اللي عندي موجود في الغرفة الشاشات والموجودة كل الاشياء الموجودة عندي فطبعا خاني ابتدي بهذا الموضوع طبعا انا استخدم برنامجين واحد اسمه Game Capture HD حق الالقاتو نفسه الاصلي اني عندي قطعة الالقاتو والثاني OBS او اسمه Open Broadcast Software طبعا السبب الوحيد اللي خليني استخدم ال Game Capture شي واحد انك اذا مثلا لعبتم مدة ساعة او ساعتين وحبيت تسجل كله اللي لعبته او مقطع معين تقدر ترجع في التايم لاين وتختار الفيديو هذا السبب الوحيد اللي خليني اختار هذا البرنامج الآل مابي لان البرنامج غبي في التايم معاني كنووا يحاولوا يطورون فيه يظل غبي ويظل ثقيل ويعلق كثير انا لا اذهل من السبب القطاع اللي عندي ما اتوقع ابس الكلا loads يشتكي من هذه القصية البرنامج ثقيل وصعب في التايم وصعب في التحكم فيه مو في التحكم فيه فى التعامل مع الجهاز مع انه جهاز يقوي مو ضعيف ابدا مره الجهاز يقوي بس ان البرنامج غبي فراح ان fortep restart mor ونروح البرنامج اللي بعده طبعا البرنامج اللي استخدمه اسمه Open Broadcast طبعا برنامج مجاني تقدر اتحمله من هذا الموقع طبعا راح اضع لكم رابط الصوصين تحت واذا مات بالبرنامج الرابط تكتب OBS Enter في جوجل راح يطلع لك اول موقع تدخله طبعا لازم يكون جهازك ويندوز حق الماك ما راح ينفهمه تضغط على ويندوز 7, 8, 10 او حتى يمكن XPS وماك او اذا تبي اصارات قديمة تختار من هذا الرابط في المهم هذا برنامج مجاني وحزمه خفيف وممتاز في التعامل بس راح اشرح لكم معهم بالتفصيل وارويكم كيف تسجل HD وتسوي stream HD وتتحكم في الجودة بشكل كبير المهم ندخل لمحور حديثنا اول ما تفتح برنامج تروح settings طبعا عندك profile تقدر تسوي لك اكثر من profile او ملف كما راح تختار واحد يغير لك الادات كامل على حسب انتو اشتبي انا حاليا نحط IG stream هذا الخيار اللي اسوي في stream حاليا انا فخلي نروح الencoding طبعا الencoding تقدر تتحكم في جودة الصوت وجودة الفيديو طبعا لازم تخلي هذي تختار X2064 X264 وتخلي هذي صح وهذي صح شرحهم طويل بس خليهم صح اختصلك الموضوع الماكس بيت ريت هذي هنا تغير هذا الرقم تتغير معاك الجودة وطبعا يعتمد على الابلود فكل ما ارتفع الرقم زادته جودة وصار الابلود حق الستريم اذكر طبعا حق تعرف هذا الرقم كم اللي تابع حق لايف سريم لازم شو تسوي تروح الانترنت سوي speed test طبعا هذا speed test اللي حقي خلنا نسوي test again طبعا اذا ارتبي هذا موقع حق تكتب بس سبي تس رح يفتح لكيه او رح احط لكم رابط تحت في الدسكريبشن طبعا دولود عندي حاليا 77-76 شي جيد بالنسبة للشرق الاقصد شي ممتاز فالمشكلة الزبدة في الابلود طبعا اذا واحد ميجا رح يكون في برنامج الف بيت ريت واثنين ميجا رح يكون الفين خد نشوف اللي عندي طبعا اذا ما تشوفوا نحن حاليا تقريبا هذا عاش الابلود موجود ما رح تجيب الحد الاقصد من الانترنت اللي عندك موجود عادة فتشوف الرقم الموجود اللي يوصلك لجهازك طبعا ان يوصلني 12 اذا تبيل تسوي live stream الحد الاقصد انك تستخدم 6000 او 6 ميجا تستخدم 6000 بيت ريت زي ما تصير فنفتح موقع هنا حد الاقصد اقدر 6000 بس طبعا 6000 بالنسب الى live stream بشي كبير مرة كبير ما تحتاج هذا الرقم فشنلا نسوي نفتح موقع تويتش حاطيلك خيارات الجودة الموجودة وطبعا هذه الخيارات تقدر تتحكم فيها في التسجيل طبعا بين ال3000 و 3500 هادي full HD 1080P وبين ال 1800 و 2500 720 يكون HD بس مو full HD و 480 بين 900 و 1200 و انت نازل مع هذا الارقام طبعا هذه الارقام مهمة لازم تحفظها او تخزن هذا الموقع عندك راح اطبكم اياه طبعا الرابط في التسجيل الا عليك تضغط على الرابط و يفتح لك اياه و تشوف الارقام طبعا حق تسجل full HD لازم تحط 3500 نفتح البرنامج 3500 طبعا هذا راح تسجل full HD و راح تسوي stream full HD بس اهم شي انه يكون سرعة الانت عندك اكثر من ثلاثة و نص ميجر بس دل اسف الكنديكشن عندنا في الشرق الابسط ابو كلب و اغلب الناس ما تقدر تشوف stream full HD الا اذا كان عندك خيار الجودة انا ما عندي خيار الجودة اذا كنت مثل يتوقع بادي live stream و ما عندك عدد كبير من المشاهدين و ما عندك خيار الجودة راح اكون خيارك شوي اقل راح نخليه انا بالنسبة لي 1400 ما اشوف احد يشتكي في تويتش منها بس المشكلي اذا سويت 1400 اللي اسجله في live stream ما راح يكون quality اللي حقه عالي وهذا مشكلة اللي انا اواجهه حاليا ف 1400 راح تسوي stream و stream ما راح يقطع و راح يكون واضح و الكل يستمتع في المشاهدة بس اذا تبغى تسوي stream HD خليه 3000 الى 3500 واحد بين هالرقام هذي على حسب الكنكشن اللي عندك او تختار بين 1800 الى 2500 اذا تبغى 720 فهذه خيارات الجودة فاننا ننتقل حين معاكم الى خيارات الصوت طبعا حق stream انصحك انك تستخدم AAC و راح يكون حجم التسجيل للفيديو خفيف ما راح يكون ثقيل والفورمات يعتمد على فورمات جهازك طبعا حق تعرف الفورمات اللي تستخدم في الجهاز الا عليك تسوي تروح وتروح تروح تروح مثلا ريكوردينج و تروح هذي انا عندي بلو سنو اروح ادفانس طبعا تشوفون 4400 هيرتز هذا الرقم لازم تسوي كل البرامج اللي عندك بهذا الرقم لانك اذا خليت مثلا خليت هذي 4100 وجيت خليت هذي الرقم 4800 راح تواجه مشاكل في الصوت عرفتم كيف اذا احيانا تكون الصوت تطلع في زن ماله الداعي لازم تسوي هذي الرقم لازم يتساوي في كل شي وانا انصحك تروح مع ال 44.20 كيلو هيرتز او 44100 هيرتز حق لا تواجه مشاكل وطبعا اذا تبت تحكم بجودة الصوت مال المايك وهذا كل ما تفعل الرقم يكون زيدي الجودة على حسب المايك اللي عندك وكل ما نزل الرقم يتقل الجودة بالنسبة لي اشوفه 128 شي ممتاز وطبعا لازم يكون استيريو او اذا كان المايك اللي عندك ممتاز وسجل صوت جبار خليه حاول تجرب شي بين 192 و160 ما اصحك تروح فوق مرة علي فتقريبا هذا كل شي شباب عن الصوت وعن الفيديو ننتقل الى الزيتنجز حق اللايف ستريم طبعا تختار هنا لايف ستريم او تبيه على حسب بس اذا تبغى تسجل او تبغى تسوي لايف ستريم عندك الخيارين واذا كنت بتسوي على تويتش اذا كنت بغى تسوي على اليوتيوب هذا في يوتيوب جايمينج طبعا اليوتيوب جايمينج الحين ما عندهم سيرفرات ممتازة فاش تسوي توح الكاستم تحط الرابط الموجود في اليوتيوب جايمينج وتحط موجود لنا رابط حق السيرفر وتحط الرابط حق الكود وتسمونه كي كي ستريم لو حتوفه في تويتش طبعا خلنا رويكم طبعا كي ستريم وين تتلقاه خلنا ادخل تويتش عندي تويتش ايمكن الفيديو بكون شي طوير يا عاي بس تحمله ندخل على كسافا جايمينج داش بورد ندخل على ستريم كي طبعا التضغط على ستريم كي راح رويك اياه انا مقدر بكم يا رحين لانا اي واحد راح يشوف هذا المفتاح راح يجلس ستريم في القناة والماضي حاشي يصير بس علمتكم وين تقدر تلقاه تروح الداش بورد تلقاه ستريم كي تنسخه وتحطه في البرنامج وراح يزبط معك طبعا السيرفر على الصراحة في شرق الاوسط نادرة اي سيرفر يزبط بالضبط هل راح يكون مع لندن هل يكون في سيرفر ثاني ممتاز ما ادري بس حاليا انا اقرب سيرفر عندي في دلس واستخدمه ويكون ناشين عندي ممتاز وطبعا هذي او تو ريكوننكت مثل اذا اصلا عندك لايف ستريم وتابغى يرجع تخلي هذي صح او تو ريكوننكتن تايم اوت يعني مثل عندك 5 ثواني ويرجع مرة ثاني يستريم وطبعا هذي مكان تخزين الملف في مالستريم وهذي خليه ابوك ما تحتاجه ما تحتاجه ما تحتاجه ما تحتاجه اللي بعد حاليا انا اخذ من الايغاتو game capture اخذ الف وتسعمية وعشين وعشرة ثمانين او الف وثمانين حق الفول اتش دي بس ان اسوي الى سبعمائة وعشرين حق لما اسوي لايف ستريم يكون السريم مواضح وطبعا اسوي ثلاثين فرايم اذا انت عندك الايغاتو جديد وتبغى تسوي ستين فرايم او وتسجل في ستين فرايم تخليه ستين طبعا راح يكون ستين حجم الفيديو اكبر وصعب الناس تشوف في اليوتيوب لان الكنكشن شوي ابوكلب وحتى السريم راح يكون شوي صعب الي اذا كان الكنكشن عندك شي جبار شي ثاني او اذا كان عندك خيارات الجودة بس يمكن في اليوتيوب تقدر تسويها واذا شاهد احد الفيديو انزل الجودة راح يزبط معهم فهذا الخيارات الموجودة هنا تروح الاوديو هنا الاوديو لازم فيه شي معين تعرفه طبعا اول شي تختار المايك اللي عندك اذا تبغي وتخلي هذي عادة ديفولت حك تاخذ اي صوت يدخل في سطح المكتب تقدر تاخذه في الفيديو وتسجله اذا خليت عاد ديفولت بس اهم شي عياله هذي 1400 اللي تشوفونها مو نفس 1400 مالاستريم من قبل شي هذي تأخير صوت المايك المايك تحط 1400 لقاته فيه تأخير مدة ثاني واربع اجزاء من الثاني او 1400 ميلي سكند لازم تخليها 1400 حق توازن الصوت مع الجيم بلاي لما اذا تلعب بتبغي الصوت وتوازن مع الجيم بلاي لازم تكون 1400 ميلي سكند وهذا طبعا شي راح نشوي شي في نفس هذي الرقم راح نحطه في الكام حق توازن بين الشيئين فتخلي 1400 راح يوازن لك الصوت مع الجيم بلاي لما تسجل راح تشوف كل شي متناسق مع بعض وطبعا هذي الخيارات كلها الديسك بوت وهنا تخلي واحد اثنين او واحد نفس الشي ما تفرق معاك لان هذا الصوت اللي ياخذ من سطح المكتب راح حجم الضخام اللي حقه وهذا المايك حرك بين مثلا الواحد والخمسة حاول تتحكم فيه تجرب المايك على حسب دقة عندك طبعا البوست راح يعطيك الضخامة في الصوت كل ما ارتفع الرقم راح يكون الصوت شوي اضخم بس عادة ان انا خلي واحد وخلي هذي اثنين يكون بالنسبة لي ممتاز يعني ماشي معاي بس انت جرب عندك كلها تعتمد على تجاربك وعلى حسب جهازك وعداداتك في الجهاز فالخيارات الاخيرة ننتقم معاكم الى هذه الخيارات خلي هذي صاح ونورمال 400 راح تكون هذي عادي اهم شي في الفيديو يا عيال اذا حطيت انت البرنامج راح يقول لك هاي خلي بدل الهاي مين هذي اهم شي والكي فريم حق التوافق مع تويتش خليها اثنين انا ما ادري ليش يخلون هذي الكي فريم اثنين ما ادري شو السبب بالضغط فيها ما ابي اتفسف عليكم ما اعطيكم شي مراسي بس اعدادات تويتش يقول لك خليها اثنين واتوقع حتى اليوتيوب اذا ما خفضني وهذا اشياء ما دانية ما دم فيها اي شي وبس تقريبا هذي الاعدادات كلها حق السيدنجز للأوبيس فننتقل معاكم الحين الى السينز خلينا ننتقل نفتح معاكم سينز جديد نكتب هات سين نكتب عليه يوتيوب يوتيوب يا حبيبي طبعا السينز فاضي ما في اي شي ننجي لسورتز نضغط يمين انا حاب اضيف الجاتو game capture نكتب عليها فيديو capture device نكتب عليها الجاتو حتى بالعربي يستقبل عادي وتختار الجاتو من فوق وطبعا اذا تبغى تتحكم في الجودة خليها عادي لا تتحكم فيه اي شي لانك انت اردي متحكم فيه في السيتنجز من داخل فهذه ما دانيها فتضغط ايش اوكي بس شوف هنا في نقطة لازم تعرفها اذا تبغى ياخد الصوت كامل من الجاتو يعني تبغى الصوت عالي تخلي هاته مئة بالمئة بس بالنسبة لي اخليها بين الخمسين وبين الستين احيانا سبعين على حسب اللعبة اللي العبها اذا تبغى ترفع الصوت مال اللعب او التنز لا تتحكم فيه من هذا الشي مثلا خلي خمسين الحين حاليا نخلي خمسين مع ان خمسين وايد نازل خلي ستين ممكن احسن بس خمسين اللي حق بس اعلمكم الوضع اللي صار هذا القاتو زبطت معنا الحين نجي معنا الى مثلا الكام اذا عندك كام تبغى تحط الكام تكتب كام وتختار الكام اللي عندك انا عندي هذي اللوجي تيك او يسمونها تقريب الناس سميه لوجي تيك المهم تختار الكام ولا تخليها الشديد لان رح تاخد عندك حجم كبير في الرندر وفي الرام وفي مال هداعي ننزلها خليها 640 400 او الحجم اللي تبيه و30 فريم او تبغى تنزل الفريم ما يفرق معك طبعا نتضغط اوكي الصوت مرح تاخد من الكاميرا فما تحتاج تحكم فيه اساسا فنضغط حاليا بريفيو نشوف الكاميرا طبعا ان المحلي مو مع الكاميرا صحفة بتشوفون الفيديو شوي خطأ لو ستتنك زي حقي موضوع انا بيشوفون عبو كلب شوف كيف وجهي يا سلام كبير المهم نضغط ادتسين انجل البرنامج نتحكم فيه النابي طبعا هدا الموقاس مو عدل خليني اغيره هذا 640 ثانية ما 360 تخليها بالعرض حلو ونكبر الشاشة شوي طبعا اذا ابي اتحكم في المسافة هل كده ايوا كده ممتازة زي ما تشوفون حين هذا الكام تبي تحطه في اي زاوية تبيها وتتحكم فيه مثلا لقاته تبي تتحكم في الحجم بعد تضغط على ايدتسين وتجد تتحكم في الحجم كامل خلي full hd اغل له في السكرين وتحطه هذي في الزاوية فوق او الزاوية تحت اللي تبيه خلني رويكم شي ثاني في هذا برنامج ممتاز طبعا اوو نسينا شي مهم الكام لازم تخلي التأخير فيه حقي توافق مع الصوت والكام والقيمي بلاي في نفس الوقت كنا نتخلي 1400 نفس الشي تخلي 1400 الصوت راح ينجي تثبط معاك 100% و راح تتحكم في الموضوع وكل شي بيكون معاك مزبوط الجيم بلاي وصوتك و الكام كلهم يكونوا مزبوطين فهذا تقريبا كل شي خلنا نشوف خيارات الثانية اللي عندك اميج مثلا تقيا تحط صورة من سطح المكتب ان حط صورة الاحتياط ارويكم اياها هذه اوبن شوف هذي انت لاستخدم الهوات القديمة في القناة فتجد تحط صورة اي محل تبيه تجد تتحكم في محل الي تبيه ان حاليا حطها هني ممتازة و الفيديو ما اعجبني محله خلي مثلا نفتح Call of Duty ولا Bloodborne ان حاليا مشغل ايه Bloodborne الكام ابي محلها في هذه المطقة صغرها شوي يكون موضوعها ممتاز كدا شي ثاني خلينا اتذكر فيه اذا فيه شي نسيته وطبعا تجد تصور الشاشة اذا تبغى تصور الشاشة كامل حط مثلا الشاشة نصور من تويتش اوكي هذا ياخد بس برنامج تويتش اذا بيحطه واشيله كدا خلينا نسوي حركة ثاني بعد ارويكم اياها انا ااخد منيتر كبشر هذا استخدم معايتم في live stream اوكي خلينا اشيلها ونزل محلها طبعا كل ما ارتفع الشي رح يكون قدامك عندك في الشاشة كل ما نزل رح يكون تحت يعني يكون ورا مثل قاتو خلاص كل تاته ما يكون شي هي وراه مدعوس اخر شي موجود عندي فهذه تنزلها شوي order move down وهذه بعد move down حق الكاميرا تكون فوق الصورة وفوق overlay move down مرة ثانية وتضغط فحاليا اقدر اتحكم في هذا الشي في التسجيل يبين كيف كل شي فوق بس اننا طبعا تشوفونا متكرر ما هو شي جيد فخلنا نوقف ال preview وطبعا عندك زر stream وزر record تقدر تسوي كل واحد مختلف عن الثاني مرة stream ومرة record على راحتك يعني انت اذا تبغى تسجل او تسجل في نفس الوقت فتقريبا هذا كل شي عن OPS بالنسبة لهذا برنامج شي جبار وطبعا تكتب تكست وهذه CLR Browser هذي حق ال Notification اللي تجيك من Twitch مثلا اذا حتى ولك متابعة او شي اذا تبقوا نشرح لكم مياه فيديو ثاني من فصل كيف تسوي هذا الشي عطونا رأيكم في الكومنت تحت واشرح لكم مياه بالتفصيل لان هذي يبيه الفيديو ثاني لان شوي حركاته طويل وفيه تعقيد فتقريبا شباب هذا كل شي عن OPS تكلمنا عن الجودة والصوت وكيف تتحكم في scenes وتتحكم في sources واشوف افضل اعدادات بالنسبة لك اتمنى شرحي كان وافي وما كثت عليكم في الهدرة وتكلمت كثير وبسرعة اشتركوا في القناة